بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد علي أفضل الصلاة وأتم التسليم أحبائي في الله ان شاء الله هنقول مع بعض النهاردة الحمد لله أكتر من سبع تلاف مرة لأن لازم على الإنسان أنه دايما يشكر ربنا سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين حتى ينعم بنعم الله تعالى التي لا حدود لها كما يجب أن يعلم الإنسان أن شكر الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء من الأمور التي يساب عليها الإنسان ويستطيع الحصول على الأجر والثواب كما أن ترديد الدعوات من عوامل محو الزنوب والأثام والمعاصي يلا نبدأ بالله حبيبي ونسمي بالله ونقول الحمد لله 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 الح الحمد لله 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 الحمد لله